موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الجزائرية للأجهزة مفتوحة المصدر والذي سيدور موضوعه حول كيفية استعمال شاشة كريستال السائل أو LCD وبالتحديد كيفية استعمالها مع بطاقة Arduino شاشات العرض كريستال السائل أو LCD التي تعني Liquid Crystal Display هي تجهيزات ذات استعمال واسعة في مجال إلكترونيك توجد من كل الأحجام والأشكال لكن يمكننا تقسيمها إلى ثلاث أنواع الشاشات التي تعتمد على الحروف والأرقام الشاشات التي تعتمد على الرسومات بلون واحد والشاشات العرض التي تعتمد على الرسومات متعددة الألوان سوف نركز في هذا العمل على الشاشات التي تعتمد على الحروف والأرقام والتي عامة تحتوي على سطرين ويمكننا كتابة 16 حرف أو رمز على كل سطر هذا النوع من الشاشات تحتوي على 16 مدخل الأول يدعى VSS ويستعمل كخط أرض أو Ground الثاني يدعى VDD ويستعمل كمصدر للكهرباء بتوتر 5 فولت الثالث يدعى V0 أو VE وهو مستعمل للتحكم في مدى وضوح الحروف والأرقام الرابع يدعى RS ويستعمل لإعلام الشاشة أنها ستستقبل أمرا أو حرف الخامس يدعى RW أو Read or Write والذي يحدد إذا كنا سنقرأ من الشاشة أو سوف نرسل لها معلومات لكي تظهر عليها عامة نصل هذا المدخل مع الغراؤن السادس يدعى Enable ويستعمل كما يدل اسمه إلى تأكيد الأمر المداخل من 7 إلى 14 تستعمل لنقل الحروف والأرقام والرموز نحو الشاشة وآخيرا المدخلين 15 و16 تتحكم في الإضاءة الخلفية للشاشة يوجد نمطان لوصل الشاشة مع الأردوينو النمط المتوازي أين نستعمل 8 بيت لنقل المعلومات التي ستعرض على الشاشة النمط النصف المتوازي أين نستعمل 4 بيت لنقل المعلومات التي ستعرض على الشاشة ما يوفر أربع مداخل في الأردوينو لاستعمالة أخرى في هذا الفيديو اخترنا استعمال النمط النصف متوازي وذلك لسهولة استعماله ولأنه يسمح لنا بتوفير المداخل على الأردوينو أولا نستعمل برنامج المحاكاة بروتيوس لإنشاء وتجريب الدار ونقوم بربط المداخل من 2 إلى 5 في الأردوينو مع المداخل 11 إلى 14 في الشاشة نوصل المدخل RS مع المدخل 12 في الأردوينو والمدخل ENABLE للشاشة مع المدخل 11 في الأردوينو يبقى لنا ربط الشاشة مع مصدر كهرباء بتوتر 5 فولت والمدخل V0 مع مقاومة متغيرة بقيمة 10 كيلو أوم للتحكم في وضوح الرموز على الشاشة وأخيرا ربط المداخل RW و VSS مع الغراود فيما يخص البرنامج فإننا سوف نستعمل المكتبة الرسمية المخصصة لهذه الشاشات والمدعوة liquidcrystal.h لإدماجها في البرنامج علينا الضغط على Import Library بعد ذلك يجب علينا إخبار الأردوينو في أي مداخل تم ربط الشاشة ولذلك نقوم بتعريف مثيل من فئة liquidcrystal مع إعطائه معلومات الخاصة بالمداخل التي استعملناها لربط الشاشة داخل Della Setup يجب علينا تشغيل الشاشة وذلك بواسطة Begin وهنا نعطي معلومات للأردوينو أننا نستعمل شاشة ذات سطرين و 16 حرف في كل سطر الدوال الأكثر استعمالا للتحكم في شاشات LCD هي LCD Print التي تظهر على الشاشة المعلومات التي ينبغي إظهارها ثم تقفز إلى السطر المقبل LCD Bright التي تظهر على الشاشة المعلومات لكن دون القفز إلى السطر المقبل و Set Cursor والتي تحدد الموقع الذي نريد بداية الكتابة منه على الشاشة و آخيرا LCD Clear الذي يمحو محتوى الشاشة و ها هو مثال بسيط لبرنامج يظهر الاسم Open Hardware Algae على الشاشة نحمل البرنامج على برنامج المحاكات Proteus ثم نشغل المحاكات و في الأخير هذه هي الدارة التي قمنا بها كمثال و في الأخير هذه هي الدارة التي قمنا بها كمثال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة